اشتركوا في القناة قال طائفة كثيرة من أهل العلم بأن المراد زكاة الفطر ثم ذكر الذكر والمراد به التكبير في ليلة العيد إلى صلاة العيد ومن السنن التي تتعلق بهذا اليوم أن تتناولوا تمرات في صباح يوم العيد بعد الفجر وقبل صلاة العيد لتفرقوا بين يوم صيامكم ويوم فطركم وهكذا من السنن أن تغتسلوا لصلاة العيد ومن السنن أن تذهبوا للعيد في طريق وأن تعودوا من طريق آخر ومن السنن أن يختار الإنسان ليوم العيد ثوبا جميلة ثوبا جديدة يتقرب بذلك إلى الله جل وعلا ومن العبادات المتعلقة بالعيد صدقة الفطر فيخرجها الإنسان صاعا من طعام قبل صلاة العيد ونحن في هذه البلاد يكثر عندنا التمور ولذلك إذا أخرج الإنسان صدقة الفطر من التمر فإنها تجزئه ولا حرج عليه في ذلك من الأمور المشروعة ترك صيام يوم العيد بل إن صيام يوم العيد من المحرمات التي يأثم الإنسان بها وأرغب إخواني في أن يحضروا صلاة العيد مع الإمام ليكون ذلك من أسباب مضاعفة أجورهم